يعني في عشرين عشرين الحقيقة عندنا أمور مهمة جداً لأنه زي ما قلت في المؤتمر إحنا عندنا حوالي خمس قوانين انتهى من مجلس دارة الهيئة في سنة 19 وهذه القوانين لما تصدر من الجهات المختصة حيبقى في حاجة لتفعيل هذه القوانين لأن هذه القوانين أساساً بتتعامل بضوابط وقواعد تصدر من مجلس دارة الهيئة لأن منهاش لها حتى تنفيذية وبالتالي حيبقى فيها كبير جداً على هيئة الرقابة المالية إن هي تطلع شروط الترخيص بشكل كامل وضوابطها وملاء المالية للشركات اللي حتشتغل فيها وبالذات إن إحنا عندنا نشاطين تلاتة جودات جداً عندنا التمويل الاستهلاكي اللي هو البيع بالتأسيد ده حينضم لهاية الرقابة المالية على الأشيطة الجديدة عندنا انضمام المؤسسات المالية غير المصرفية اللي حتدي تمويل للشركات المتوسطة والصغيرة لأن الأمر كان بس مرتبط بالتمويل المتناسب صغر فقط بالإضافة للأمور المتعلقة ببورصات العقود الأجيالة والترخيص لكيانين ممكن يكونوا موجودين خلال 2020 هي شركات التسوية والمقاصة للسندات والأزون الحكومية وأخرى لتسوية العقود الأجيالة أعتقد ده حيبقى فيه نشاط كبير جداً في 2020 ترجمة نانسي قنقر